موسكو خلال افتتاح عددا من المشروعات القومية بقطاعي الإسكان والطرق الرئيس السيسي يوجه بإقامة محاور مرورية بالمناطق المزدحمة بالجيزة وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مرافز القيادة التعبوية باهر 21 قبل بدء الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية موسكو تحضر من أن الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية ومدمرة السادسة مساء في القاهرة الرابعة بتوقيت جريناتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة عمل محاور جديدة داخل المدن عالية الكثافة السكانية في نطاق محافظة الجيزة جاء ذلك خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية في قطاع الإسكان والطرق بمدينة السادس من أكتوبر حيث أشر رئيس السيسي إلى أن تنفيذ بعض الطرق والمحاور داخل المدن يستلزم تنفيذ بعض الإزالات السكانية مشددا على أن أي إزالة تتم للصالح العام يتم تعويد أصحابها أنا كمان عايز أخلي المواطن اللي في بلاء ده يتحرك بشكل كويس اللي في الفكر ده أصلاحنا اللي احنا بنعمله ده هو مش هدفه بس أنه هو يتحرك كويس لكن كمان يحس أنه هو يعني مش معقول تبقى البيوت كلها في الكتلة دي الفاصل بين البيت والبيت مثلا 5-6 متر ولا 10 متر ولا حتى 20 فهنا الموضوع ده محتاجة دراسة مع محافظة الجيزة نشوف المحاور اللي موجودة بالفعل جوى الأحياء ديت ونبتدي نشوف إحنا هل ممكن نوسحها ولا لا أنا بقولي الكلام ده وبسمع الناس ليه لأن طبعا إحنا عشان نعمل ده هنتطر أن احنا نعمل بعض الإزالات ده دكتور مصطفة بس وأنا بقول برضو كلام ده ده مبدأ عام الدولة حطتها على نفسها في أن هي أي إزالات بتتعمل لصالح النفع العام الدولة بتعود الناس في هذا الإطار أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن اهتمام الدولة بالطرق خلال السنوات الأخيرة جاء لتيسير حركة المواطنين والتجارة كما شدد الرئيس السيسي على أن المشروع القومي للطرق تم إنجاز نسبة كبيرة منه في جميع أنحاء الجمهورية بمعدلات غير مسبوقة عكس ما يتردد حول الاهتمام بمحيط القاهرة فقط لما بنقول أن وزارة النقل خدت تقريبا مشاريع بواحد وستة من عشر تريليون ودكتور موسفى مش كده كامل هي مش طرق كلها يعني بس خلي بالكم هو كامل حتكلم بحط الوزاني دي في الطرق اللي بتقوم بها وزارة النقل لكن في طرق بتقوم بها وزارة الإسكان وفي طرق كتير بتقوم بها القوات المسلحة أنا بس هاخد على هاب حاجة واحدة أنه قال إيه إحنا بنحاول نحلم مسائل الزحمة في القاهرة لا إحنا في اسكندريا بنعمل إيه يا دكتور مصطفى في بورسعيد بنعمل إيه في الإسماعيلية عملنا إيه لا إحنا برضو عشان بس الصورة اللي إحنا بنقدمها للناس إن ده جهد مش ومش الهدف إن إحنا بنسجل جهدنا لا إحنا بنحاول نحل مسائل ونخفف على الناس حركتها اليومية والاقتصاد وكلام من هذا القبيل وأتصور إن ده كمان ليه تأثير كبير جدا جدا على نسب التلوث وأكد الرئيس السيسي ضرورة تغيير ثقافة البناء غير المخططة في مصر وتدوزها مشيرا إلى حجم الإشغال غير المستغل على الطريق الدائري وفي هذا الإطار شدد الرئيس السيسي على أن الدولة لن تطرق مكانا في مصر به طلب على السكن وأشار إلى أن مبادرات الإسكان الاجتماعي تلبي جميع طلبات الإسكان بمختلف فئاتها طيب يا جماعة لو أنت معك أرشين بتبني خمس ست دوار مش هتسكنوا أو هتسكن منهم دوار والباقي لا لا يعني فهمنا يا دكتور مصطفى المبلغ ده لو أنت حطته في البنك ده حيوفر لك عائد مناسب أنت بتبني على الأرض الزراعية بتبني على أرض حتى مش بتاعتك لكن اللي بتبنيها على هذا مش هيجيب لك حاجة مش هيجيب لك حاجة وأنا بقول لكم كده لأن يبدو أن دي ثقافة عندنا حتى في الريف تبص لأنس بتبني دور ودورين وهو مش يمكن مش محتاجه دلوقتي محتاجه كمان عشر خمس ساشر سنة إن كان هيحتاجه لأبناء إحنا لازم نتجاوز الحتة ديت النقطة دي كمواطنين كشعب مش ممكن أبدا بقول لكم يعني حجم المساكن اللي بشوفها أنا على الداري وفيما يتعلق بقطاع البناء أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن اشتراطات البناء على مستويات مختلفة ليس الهدف منها الإضرار بالمواطن أو التضييق عليه كما شدد على أهمية دور البرلمان في مساعدة الدولة فيما تفعله نقطة موجودة وعليها نقاش كتير وجدل دلوقتي ليه اشتراطات البناء يا دكتور مصطفى وأنا بس عايز أقول الرابط بين الاثنين بيدي صورة للناس ليه إحنا كدولة واخدين إجراءات قد تكون من وجهة نظرهم قسي عليهم أو حتى هتخسرهم مش كده طيب أنا بس بقول يعني لو أنا حطيدي جنب أول صورة أنت جبتها دكتور عاصم نرجع لأس واحدة أول صورة بس خالص أول واحدة بس بس لا اللي بعدها ما في لك أو اللي قبلها لا لا الكتلة السكنية بعدها لو صورة بعدها بعدها بس طيب أنا عايز أقول لكم على حق لو واحد عنده حتي تطارد فضيح هنا أنا بقول لكل المصطين اللي بيساوا إسمعونا دلوقتي أنا خليه ابني تاني أنا بس عايز أنتو تقولوا بحكم مش هقول شغل هندسة ولا حاجة بمنطقة عادي جدا لو حدي فينا حتي تطارد فضيح أقدر أخلي ابني ولا حقول جات علي حقول جات علي مش كده دكتور صحيح يعني ده اللي حقول وإنش معنى أنا طيب لو جيت قلت له طيب ماشي ممكن أخليك تطلع دورين يقولي طيب أشمعنا فيه اللي جنب يطلع عشرة دوار إيش معنى لو إحنا تفكرنا دايما عن إحنا إيش معنى يبع عمرنا ما هنغير وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان دكتور عبدالخالق بداية تحية لحضرتك فقدنا الاتصال مع الدكتور عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان سنعود الاتصال به لاحقا هذا وقد شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح عدد من الطرق الجديدة والمحاور عبر الفيديو كونفرنس وشهد الرئيس أيضا افتتاح العديد من مشروعات الإسكان الاجتماعي بنطاق القاهرة الكبرى كما افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرنس مجمع صالات حسن مصطفى للألعاب الجماعية وكرة اليد ويحتوي هذا المجمع على مكر فرعي للاتحاد الإفريقي والاتحاد المصري لكرة اليد بمدينة السادس من أكتوبر وخلال جولة بعدد من مشروعات الإسكان بمدينة السادس من أكتوبر تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي نماذج لعدد من الوحدات وأعمال التشتبات المنفذة بها خلال الجولة حرص الرئيس السيسي على مطمئنان على تجهيز الوحدات وتأثيثها بشكل يليق بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وتفقد الرئيس السيسي أيضا نادي النادي الرياضي واستمع لشرح تفصيلي لمكوناته وما يتضمنه من أنشطه في تعقيب له خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمدينة السادس من أكتوبر أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مبدولي أن حجم الإنجازات المنفذة خلال السنوات الماضية حلم كان شبه مستحيل ويستحق التقدير ويستحق أن يتم تسجيله للتاريخ في هذا الإطار أشاد مدولي بقدرات الدولة وعزيمة مؤسساتها على تحقيق ذلك الحلم في وقت قياسي يعني الحياة التي تعرضت الجهد التي تعرضت من حجم الطرق والمرافق التي تعمل يعني أنا عايز بس الدكتور عاصم قال رقم عرضا قاله لما وعملنا مخطط القاهرة في 2010 فندم وكان معنا الخبراء اليابانيين تعجك الرجل بتاع جريكا أنا كان فريق عمل من المخططين والخبراء ليه كلمة أنا كنا مع الدكتور عاصم كنا مع بعض قد لي أنا كشخص بقولك أنا ما يعني أنا كبني آدم يعني مش حب إن أنا أكون في عجوم موجود في هذه المدينة في الفترة من 20 ل30 قلوا ليه قد بالمعاقلات اللي موجود شبكة الطرق القائمة أنتوا هتبقوا مغلقة مدينة ميتة دكتور عاصم قال يعني العربية بتتحرك لا تتجاوز سرعتها من 18 كيلو وقال ما فيش حال وقال يعني كل الحلول اللي حتتعمل يعني عايزة مئات المليارات وقال كده كلمة بقدرات الدولة اللي موجودة أنا معرفش إذا كانت مصر ستكون قادرة على تنفيذ هذه الحزمة من المشروعات الكلام ده إمتى؟ 2010 أنا بس حابة بتوقف قدامنا كلنا على الحمد اللي إحنا بنفتتحه النهاردة وبمسافة بعيدة أوي عن 20-30 في فترة زمنية وقياسية نفذنا اللي هو قال لنا دي مشروعات أحلام لمدة 20 سنة قال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي إن قضايا السكان والتنمية والتحديات المرتبطة بهم تفرض على البرلمانيين ضرورة ملحة وعاجلة في الاشتباك الإيجابي معهما وصولا لصيغ تعاونية تعالج تلك التحديات جاء ذلك خلال كلمة جبالي في أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع البرلماني العربي الأسيوي للسكان والتنمية وقد أوضح رئيس مجلس النواب في هذا الإطار أن الدولة المصرية أولت اهتماما خاصا بقضايا السكان وذلك بالتوازي مع التفرات التنموية التي حققتها في كافة المجالات وذلك إيمانا منها بأن الارتقاء بجودة حياة الإنسان هو جوهر لتحقيق التنمية المستدامة الدولة المصرية اهتماما خاصا بقضايا السكان بالتوازي مع التفرات التنموية التي حققتها في كافة المجالات إيمانا منها بأن الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري هو جوهر جهود التنمية المستدامة حيث جاء تقرير التنمية البشرية في مصر والذي صدر عام 2000 واحد وعشرين ليسجل برهانا دوليا على جهود مصر الإصلاحية الشاملة والتي وزنت بين النهوض بالاقتصاد قاطرة أساسية للتنمية وبين وضع الإنسان المصري والارتقاء به في قلب عملية التنمية كما دأبت الدولة المصرية على مواجهة تحديات الزيادة السكانية باعتبارها تحديا قوميا في ضوء كونها عقبة أمام الاستفادة الحقيقية والكاملة من ثمار التنمية وفي إطار مواجهة الزيادة السكانية تبنت الدولة المصرية استراتيجية قومية لتنظيم الأسرة من جانبه أكد رئيس منتدى البرلمانين العرب لسكان والتنمية عبدالهادي القصبي أن القضية السكانية تعد خطرا داهما على معظم شعوب العالم وقال القصبي خلال الاجتماع السنوي للبرلمان العربي الأسيوي للسكان والتنمية أن الدولة المصرية تحملت أعباءا جساما واتخذت إجراءات عديدة كان آخرها إطلاق الرئيس السيسي المشروع القومي للأسرة المصرية للارتقاء بجودة حياة المواطن مجلس النواب المصري بيستضيف منتدى البرلمانيين العرب ومجموعة من ممثلي الدول الأفريقية والأسيوية والعربية بيأتي هذا الحدث الهام بعد إطلاق فخامة سيدة رئيس عرفتاح السيسي مشروع تنمية الأسرة المصرية الحقيقة العالم أصبح كله دائرة ضيقة المشكلة اللي بتحصل في أي مكان في العالم بتؤثر في جميع الدول العالم اللي احنا بنتحدث فيه النهاردة قضية الزيادة السكانية اللي بتلتهم بالفعل لكل معدلات التنمية اللي موجودة وده يعني بيخلي التحديات ضخمة جدا احنا لسه بنتكلم يعني لو تكلمنا عالميا الأعداد السكان بتتضاعف لو تكلمنا عربيا وإفريقيا أيضا الأعداد بتتضاعف ولو تكلمنا على دولتنا مصر بنلاقي أن احنا 1920 كنا 13 مليون نسمة 2022 وصلنا 103 مليون نسمة التقى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق برئيس مجلس المستشارين المغربية في العاصمة المغربية الرباط السيد النعم ميارة وأكد ميارة على عمك العلاقات الثنائية بين مصر والمغرب على كافة المستويات مبديا إعجابه الشديد بما تشهده مصر من نهضة وإنجازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وأعرب ميارة في هذا الإطار عن تطلعه للمزيد من الخطوات لتطوير التعاون بين مجلس الشيوخ في مصر ومجلس المستشارين في المغرب لما فيه صالح الشعبين الشقيقين موضحا دور مجلس المستشارين كمجلس منتخب يضم كافة فئات الشعب المغربي كما التقى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وزير الخارجية المغربي الناصر بوريطة بالربط وأشار بوريطة بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين وقوتها الحالية مؤكدا أهمية التنسيق المشترق بين مجلس الشيوخ المصري ومجلس المستشارين المغربي لدعم العلاقات على مختلف الأصعدة ومن جانبه أكد عبدالرازق متانة العلاقات بين الشعبين والتي سيبنى عليها لتقويتها بتبادل الخبرات والزيارات بين المجلسين خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم اليوم بين الجانبين استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فرانشيسكو روكا وقد أشاد مدبولي بجهود الاتحاد في جميع أنحاء العالم وشراكته القوية مع جمعية الهلال الأحمر المصري وتوجه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير على الدعم الذي قدمه الاتحاد إلى الهلال الأحمر المصري خلال الفترة الماضية مؤكدا على دعم مصر المستمر لأنشطة الاتحاد الدولي لتحسين حياة الأشخاص المعرضين للخطر وأشار رئيس الوزراء إلى ترحيب مصر باستضافة مكر إقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر وذلك في ضوء رغبة الاتحاد بأن يكون له مكر بالعاصمة الإدارية الجديدة شهد الفريق الأول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي باهر 21 والذي يجريه الجيش الثاني الميداني يستمر المشروع لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتلي لتشكيلات ووحدة القوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أسامى عسكر رئيس أرقان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي باهر 21 والذي يجريه الجيش الثاني الميداني وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وألقى اللواء أركان حرب نبيل قصب الله قائد الجيش الثاني الميداني كلمة أكد فيها على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لتقديم كافة أوجه الدعم للجيش الثاني الميداني لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليه بكفاءة واقتدار بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بتقديم عرض مختصر للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ في الموقف أثناء المشروع وناقش الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال الجيش الثاني الميداني لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم مشيدا بالمستوى الراقي الذي ظهرت به كافة العناصر المنفذة للمشروع بما ينم عن استعداد قتالي عال وتدريب مرموق أدى إلى الاحترافية في تنفيذ المشروع مؤكدا أن القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات وفرض مقاتل محترف قادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف وكان الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد مراحل من المشروع تضمنت عرض التقارير والقرارات والخطط المنفذة للمستويات المختلفة وإجراءات تنظيم التعاون وفرض المواقف المتغيرة وكيفية التعامل معها بالشكل الأمثل أثناء مراحل إدارة العمليات وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذهم لمهامهم وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير المعركة وطلبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والجاهزية القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم شارك وزير الداخلية محمود توفيق في أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لاجتماعات مجلس زراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية وتطرق الوزير في كلمته للاستراتيجية الأمنية المصرية والتحديات الأمنية التي تواجه العالم العربي وأهمية التنصيق والتعاون بين الدول العربية وذلك لمواجهة المستجدات الأمنية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية انطلقت فعليات اجتماعات الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس زراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية بمشاركة السيد محمود توفيق وزير الداخلية لتبادل الخبرات حول الأوضاع الأمنية العربية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية وسبل التنصيق لمواجهة التحديات الأمنية والمخططات الهدامة واجه عالمنا العربي تحديات متنامية في ظل التحولات والمتغيرات الإقليمية والدولية التي تلقي بزلالها على مناخ الاستقرار الأمني وتمثل عائقا أمان عمليات التحديث والتنمية في دولنا بما يؤكد أهمية مواصلة جهودنا المشتركة لتحقيق التكامل وتطوير السياسات الأمنية لفرض واقع آمن لمنطقتنا العربية وتطرق وزير الداخلية خلال كلمته أمام المؤتمر إلى أهمية تعزيز منظومة التعاون الأمني العربي وكذلك مع دول الجوار لتقييد حركة التنظيمات الإرهابية عبر الفضاء الإلكتروني والرصد المبكر لأنشطتها وقدراتها البشرية والتسليحية وإحباطها ولقد أكدت عملية المتابعة والرصد الأمني استمرار المحاولات الآسيمة للتنظيمات المتطرفة بمختلف اتجاهاتها لإعادة التمركز وتشكيل هياكلها المنهارة بهدف استعادة توازنها في أعقاب الضربات الأمنية الحاسمة التي ضعردت لها واتخاذها في هذا الإطار من بعض مناطق محيطنا الإقليمي منطلقا للإعداد والتخطيط لعملياتها الإرهابية وتكسيف عمليات التحريض ونشر الفكر المضلل واستقطاب عناصر جديدة لصالحها من خلال تطويع التقنيات الحديثة وشبكة المعلومات الدولية كما أشار إلى مخاطر الجريمة المنظمة وتداعيتها على الأمن العربي باتخاذها مناطق التوترات مصرحة لأنشطتها الإجرامية وأكد على نجاح الاستراتيجية الأمنية المصرية في تحقيق نقلة نوعية في شتى مجالات العمل الشراطي وقد حققت التجربة المصرية في مجال مكافحة الإرهاب مستهدفاتها في تقويت حراجة التنظيمات الإرهابية ومقدراتها وتكفيف العديد من مبنابع تمويلها واصفرت الجهود المبزولة عن توجيه الضربات الأمنية النوعية لأصابات الجريمة المنظمة خاصة العاملة في مجال التهريب المهاجرين عبر الحدود أو باستخدام الوسائق المزورة فضلا عن التصدي لمحاولات إغراق منطقتنا العربية بالمواد المخدرة حيث تمثل تلك الجهود خط مانع لاتخاذ الساحة المصرية معبرا لعملات التهريب لدول المنطقة كما تحرس الوزارة على اتخاذ خطوات نوعية في مجال الارتقاء بحقوق الإنسان من خلال إحداث طفرة حقيقية في مفاهيم وأساليب السياسة العقابية باستبدال السجون التقليدية بمراكز للإصلاح والتأهيل وفقا لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان كما عشر إلى أهمية التعاون في المجال التدريبي لتطوير آداء العنصر البشري والارتقاء بالآداء الشرطي وإيمانا بأهمية تبادل الخبرات بين وزارات الداخلية العربية لتطوير العنصر البشري والارتقاء بالإعداء الشرطي قامت وزارة الداخلية بتنفيذ فعليات تدريبية وبحسية بالتعاون مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام ومشاركة الكوادر الشرطية العربية حول الإعلام الأمني ومواجهة الشائعات وحقوق الإنسان في العمل الأمني ويعد اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب الذي يتم سنويا فرصة للدول العربية المشاركة للاطلاع على آخر المستجدات الأمنية العربية وتدعم أواصر التعاون الأمني العربي للمواجهة الفاعلة للإرهاب والجريمة العابرة للحدود أكد وزير الخارج يسمح شكري أن مصر تتبنى مقاربة شاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية جاء ذلك خلال كلمة شكري في الشق رفيع المستوى للدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان حيث أشاري لأن دورة المجلس تنعقد بالتوازي مع العديد من التطورات ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان في مصر ندب أن مصر مقربة شاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية حيث استطاعت أن تحقق تقدما ملحوظا على صعيد تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والحريات الأساسية استنادا إلى المبادئ والالتزامات الدستورية والدولية من خلال تطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بما يضمن لجميع ممارسة حقوقهم بدون تمييز إلى الأزمة الأوكرانية حيث تتواصل على مدار الساعة الجهود المبذولة من قبل السفارات المصرية في دول الجوار الأوكراني لتقديم الدعم اللازم للمواطنين المصريين وتعمل السفارات المصرية في عواصم هذه الدول على تيسير كافة أشكال المساعدة المتاحة لمواطنين والاطمئنان كذلك على كافة جوانب أحوالهم المعيشية والعمل على توفير تنقلاتهم من النقاط الحدودية إلى العواصم كما قامت سفاراتنا بإجراء كافة الاتصالات وتنصيق مع سلطات تلك الدول على مختلف المستويات في هذا الصدد علاوة على تسكين المواطنين في الفنادق وأماكن الإقامة المؤقتة لهم أفادت وكالة تاس الروسية بأن الوفد الروسي في طريقه إلى مقر المفاوضات لإجراء جولة ثانية من المحادثات مع الوفد الأوكراني وفي هذا السياق أعلنت راملين أن الوفد الروسي مستعد لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا وفي المقابل قال وزير الخارجية الأوكراني ديمتر قوليبة أن كيف جاهزة للتفاوض مع موسكو إلا أنها غير مستعدة لقبول شروط كانت بلا روسيا قد استضافت وفدين من روسيا وأوكرانيا يوم الاثنين الماضي في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار على الأرض أعلن الجيش الأوكراني تدمير طائرتين روسيتين ومقاتلة أوكرانية في معرقة جوية قرب كيف وكان الجيش الروسي قد أعلن سيطرته على مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا في اليوم السابع للعملية العسكرية هناك وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع إيدور كوناشينكوف أن وحدات في القوات المسلحة الروسية سيطرت بشكل تام على خيرسون ومن جانبه أكد حاكم مقاطعة خيرسون الأوكرانية أن القوات الروسية تطوق المدينة بالكامل دون الحديث عن سيطرة كاملة قال وزير الدفاع الأوكرانية أولكسي رازينكوف أن بلاده ستتلقى صواريخ استينجر وجافلين من الخارج بالإضافة إلى شحنة أخرى من طائرات مسيرة وتعهدت عدة دول غربية بتزويد أوكرانيا بالأسلحة لرد على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بينما قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن المساعدات العسكرية الأمريكية وصلت إلى أوكرانيا وأن المزيد منها في الطريق أكد وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف استعداد موسكو لمناقشة رغبة الرئيس الأوكراني في الحصول على ضمانات أمنية مشددا على أن هدف موسكو هو نزع سلاح أوكرانيا لكن يجب أن يقرر الأوكرانيون مصير زعمائهم على حد قوله وفي تصريحات صحفية أكد لافروف أن الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية ومدمرة وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعرف ذلك وهو ذو خبرة وقال لافروف أنه لا يوجد بديل عن العقوبات سوى الحرب العالمية مضيفا أن الغرب رفضت تعامل مع مطالب روسيا بصيغة هندسة جديدة للأمن الأوروبي وشدد على أن العملية التي تنفذها القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا تهدف إلى نزع السلاح من أوكرانيا لفتا إلى أن موسكو لن تسمح الكياب بامتلاك سلاح نووي يهدد أمنها معتبرا أن روسيا تنتلك الكثير من الأصدقاء ولا يمكن عزلها عن طريق العقوبات اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن موسكو باستهداف مناطق مدنية بأوكرانيا وردا على إمكانية فرض حظر على الغاز الروسي أكد بايدن أن كل الخيارات مطروحة تصريحات بايدن سبقها تأكيد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة منفتحة للغاية على فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الروسي وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساركي أن واشنطن تدرس استهداف قطاع الطاقة الضخم في موسكو بعقوبات بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا ولكن التأثير على أسواق النفط العالمية وأسعار الطاقة الأمريكية عامل رئيسي في هذا الإطار ترجمة نانسي قنقر ننتقل الآن مشاهدين الكرام إلى نيويورك حيث كلمة المندوبة الأوكرانية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد تسعة أيام يدعى بنجامين فيرنز بنجامين فيرنز كان محققا في جرائم الحرب وكان الرئيس النيابة العامة في إحدى المحاكمات الاثنين عشر في إطار نورنبيرغ وبعد ذلك تحول إلى مناصر لسيادة القانون ولإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ومن بعد إذنكم سوف أريكم شريطا عن كلامه وأطلب منكم أن تستمعوا إليه بانتباه إن أمكن أن تفعلوا ذلك فسوف توفرون الكثير من الجهد لمعالجة القضايا ويمكن للطلاب أن يسددوا رسومهم وهذا هو النظام الراحل كيف يمكن أن نفعل ذلك المبادئ التي التزمت بها ثلاثة لا ينبغي النيأس على الإطلاق وثالثا لا ينبغي النيأس وأتمنى لكم حظا سعيدا والتوفيق ترجمة نانسي قنقر بعد أن تابعنا كلمة منذوب أوكرانيا في الأمم المتحدة ناشرتنا متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعونا فيها الهند تعود إلى الحياة الطبيعية والصحة العالمية تشيد بجهود بعض الدول لتحقيق المساواة في توزيع اللقاحات أشهدت منظمة الصحة العالمية بمساهمة ألمانيا بحصتها العادلة لتحقيق المساواة في توزيع اللقاحات باعتبارها أول دولة تستجيب لدعوة الدول الغنية من أجل القضاء على بائحة كورونا بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة التزمت الدول الأوروبية والدولة الأوروبية بتقديم واحد واثنين من عشر مليار دولار لدعم مبادرة تسريع تحت أدوات مكافحة فيروس كورونا وهي الشراكة العالمية من أجل الوصول العادل إلى الاختبارات والعلاجات واللقاحات ومعدات الحماية الشخصية والتي تتطلب الآلية ستة عشر وثمانية من عشر مليار دولار لتلبية الاحتياجات العاجلة عادت الأعمال والمدارس إلى طبيعتها في عدة ولايات هندية مع ترادع معدلات الإصابة بفيروس كورونا بعد نحو عامين من أكبر إغلاق بالعالم أظهرت بيانات وزارة الصحة أن البلاد سجلت أقل من عشرة ألاف إصابة يومية بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي وهو أمر لم يحدث منذ أواخر ديسمبر الماضي قبل الانتشار السريع لمتحور أوميكرون وقامت الهند بتطعيم أكثر من 765 مليونا من أصل 940 مليونا من السكان البالغين نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنهاء شرح مناهب الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي قبل حلول شهر رمضان المقبل وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن مشددا على التزام كافة المدارس بتدريس مناهب الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي كاملة وفقا للخريطة الزمنية لتوزيع المناهب الدراسية المكررة للعام الدراسي الحالي دون تغيير مناشدا الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استفاء المعلومات من مصادرها الرسمية أعلن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة إطلاق مشروع سقوق الإطعام والمستهدف منه توزيع 100 طن لحوم شهريا على 100 ألف أسرة وشدد جمعة خلال مؤتمر صحفي على أن المشروع له أبعاد شرعية ومجتمعية وبيئية وهو نموذج للتعاون بين مؤسسات الدولة والبنوك المساهمة مع الوزارة وقد أشار في هذا الصدد إلى أنه سيتم خلال شهر رمضان القادم مضاعفة الكميات ويستهدف هذا المشروع سقوق الإطعام الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة والأولى بالرعاية على مدار العام والحقيقة بعد توفيق الله عز وجل للوزارة في تطبيق مشروع سقوق الأضاحي الذي وفر خلال العام الماضي 1453 طن لحوم للأسر الأولى بالرعاية استطاعت الوزارة أن تحقق من عائد السقوق 142 مليون جنيه ده دفعنا إلى أن نستمر لتطور هذا المشروع على مدار العام من خلال سقوق الإطعام إيه الهدف؟ هو الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية مرة على الأقل كل شهر كما حل أولى سقوق الأضاحي مرتبطة بموسم عيد الأضحى وكان بيتم التوزيع موسمي يعني مرة في السنة فإحنا قلنا أن في بعض الأسر إحنا بنستهدف أن نصل إليها مرة في الشهر ونتمنى أن نصل مرضتين ده الهدف في إطار مسألة التكافل المجتمعي نظمت مديرية الصحة بدميات قافلة طبية في قرية أم الرزق مركز كفر سعد بدميات وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين وقال وكيل وزارة الصحة بدميات الدكتور السيد عبد الجواد إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان فما تم توقيح كبار السن بلقاح فيروس كورونا بسهولة ويسر بعد التسجيل على الموقع وتذليل جميع العقبات أمامه نهاردة احنا موجودين في قرية أم الرزق مركز كفر سعد بحافظة دوميات القرية بتتشرف بوجود مبادرة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة لتقديم الشك العلاجي في هذه القرية عن طريق 12 عيادة تخصصية متنقلة بتدعمنا بها وزارة الصحة فيها جميع التخصصات الطبية اللي بتتخدم أهل القرية بالمجان تماما قرية تبعة لمركز كفر سعد القرية داخلة والمركز بالكامل داخل في مبادرة حياة كريمة الرئاسية تحت رعاية فخامة تخصصات الطبية القفلة النهاردة بتقدم خدماتها الطبية معانا 12 عيادة تخصصية معانا صيدلية متكاملة تم إمدادها بكل الأدوية اللي بتغطي التخصصات الطبية الموجودة في القفلة الصيدلية فيها حوالي 160 صنف من الأدوية القفلة احنا قريتهم الرزق عشان يضمن المبادرة الصحية بنحاول نعوض الخدمة الصحية المنتخصة ونتيجة تطوير الوحدات الصحية احنا بنتواجد فيها في وقت قليل كنا هنا من فترة قليلة وبناء عليه بدأنا نعدي القفلة من قبلها بوقت مناسب بدأنا نشوف الاحتياجات الهارد اللي احنا محتاجينها سواء كان عيادات أو سواء كان أدوية أو مستلزمات والحاجة التانية بنبص على الدات المتوفرة عندنا اللي بنوصل لها للاحتياجات الصحية اللي بتحتاجها القرية وبدأنا ان احنا نوفر الاحتياجات بتاعتهم سواء كان النهاردة عندنا 12 عادة خاصية عندنا المعمل اللي فيه أكتر من 40 تحليل عندنا الأشعة العادية والأشعة بصنار الفحوصات دي بنوفرها بحيث ان الطبيب يقدر يوصل للقرار السليم تجاه المرين جئت لما علمت ان القفلة في المستشفى على المريز جئت كشفت وقامولي بالواج وقامولي بأي ترحيب وكله كله كله تمام مفيش أي أعطال مفيش أي حاجة من الرئيس القفلة للعامل الصغير بتقال الله في دينهم وفي ناسهم وفي المواطنين ونشكر السيد الرئيس السياسي على عماله للمواطنين ومتق الله فينا وفي الإسلام وفي كل الناس اللي حوليه أنا جئت كشفت بصراحة كشف ممتاز ونشكر الناس بكل واجب أي من بكل واجب وكل احترام وما فيش أي كل يعني حاجة راحة بطراحة يعني ومن هذا الخبر مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى جولة في أخبار المال والأعمال وتفاصيل الأخبار الاقتصادية مع الزميلة ميرفة المليدي إليتي ميرفة شكرا إلهام ومصطفى وأهلا بكم مشاهدين مع أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد استقبل وزير البترول والثروات المعدنية طارق الملاء نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشؤون السياسات والشركات مارك بومان والوبد المرافق له هذا وقد تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات خفض الانبعاثات والطاقة النظيفة وكذلك مستويات الأسعار العالمية للبترول والغاز والتي تشهد حاليا ارتفاعا كبيرا متأثرة بالأزمات السياسية الحالية هذا بالإضافة إلى استعراض الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للقمة العالمية للمناخ قب 27 خلال اجتماعه مع الممثل المقيم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية بمصر أليزاندرو فراكا سيتي ناقش وزير الموارد الإنمائية والري محمد عبد العاطي موقف الأنشطة الجارية والمستقبلية للمشروعات المموالة من صندوق المناخ الأخضر في مصر وقد تم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلت نهر نيلة والذي يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بقيمة 31 مليون وأربعمائة ألف دولار كلمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتي تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجاء بالإضافة لإقامة محطات رصد على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط بهدف الحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة نتحول إلى أسواق المال حيث أنهت البورسة المصرية التعملات على تراجع جماعي للمؤشرات بضغط من مبيعات من المستثمرين الأجانب بينما مال التعملات للعرب والمصريين نحو الشراء وقد تراجع رأس المال السوقي بنحو ملياري وسبعمائة مليون جنيه ليغلق عند مستوى سبعمائة وثمانية مليارات ومائة مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد تراجع مؤشر EGX30 بنسبة 77 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 11189 نقطة كما انخفض أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 والذي انخفض بنسبة 4 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 1852 نقطة التراجعات شملت أيضا مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا والذي تراجع بنسبة 14 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 2835 نقطة نتحول إلى أوبيك كابلس والتي وافق فيها التكتل على الالتزام بخطة زيادة الإنتاج المتواضعة والمقررة سلفا في إبريل في تجاهل واضح لدعوات من الدول المستهلكة بدخل مزيد من الخام بالرغم من قفزة حد في الأسعار متجاهلا بذلك الأزمة الأوكرانية وقد عمدت أوبيك بلاس إلى زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل كل شهر منذ أغسطس الماضي وذلك في إطار الرجوع عن تغفضات الإنتاج والتي قرروها بسبب انخفاض الطلب على النفط بفعل جائحة كورونا نهاية أخبار المال والأعمال وعودة مرة أخرى لمصطفى وإلهام إليكم شكرا لك بيرفت على هذا العرض وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى ختام هذه النشرة ولم يتبقى سوى التذكير بأهم العنوي خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية بقطع الإسكان والطرق الرئيس سيسي وجه بإقامة محاور مرورية بالمناطق المزدحمة بالجيزة وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي باهر 21 قبل بدء جولة ثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية موسكو تحذر من أن الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية ومدمرة ختم النشرة شكرا للمتابعة شكرا لطيب المتابعة مشاهدين الكرام ودمتم في أمان الله إلى اللقاء